الله ألاه ألاه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم وعد الله اليوم بإذن الله سنتكلم عن وعد الله لأهل العلم أو موعود أهل العلم مع شيخنا الدكتور خالد عبد العليم حياكم الله دكتور حياكم الله أيضا أهل العلم وعدهم الله سبحانه وتعالى بعلو الدرجات ومكانتهم يوم القيامة تخبرنا عنها شيخنا نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم النبينا صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فكان معلما وداعيا ومربيا صلوات الله وسلامه عليه رب العزة وعد أهل العلم بعلو الدرجات ورفعة المنزلة يوم القيامة قال ربنا سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو أولو العلم قائما بالقصد الله سبحانه وتعالى قرن شهادته لنفسه ولذاته العليا بالتوحيد مع شهادة الملائكة مع شهادة العلماء وهذا دليل على رفعة قدرهم وعلو منزلتهم عند الله تعالى هناك نصوص في الكتاب والسنة كشفت عن حقيقة العلماء المقصودون في هذه الآيات أو هذه الأحاديث العلماء المعنيون بهذا الفضل وهذه الدرجة هم العلماء الحقيقيون الذين يعملون بعلمهم الذين يخشون ربهم الذين يدعون الناس إلى رب الناس يدعون الخلق إلى الحق قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس العلم عن كثرة الرواية إنما العلم نور يقذفه الله في القلب هذه هي حقيقة العلم لذلك رب العزة قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فالعالم الرباني الأمة الذي اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة العلم والعمل والدعوة فمن كان عالما بدينه عاملا به داعيا إليه هذا هو الرجل الأمة الذي جمع الخير كله والتنويه بشأن العلماء جاء في القرآن الكريم في أوائل بداية البشرية خلق البشرية متى سجد الملائكة لآدم عليه السلام سجدوا لأمر الله جل وعلا ليس سجود عبادة سجود طاعة لأمر الله لكن متى سجدوا عندما عرض عليهم الأسماء قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هنا ظهر سلطان العلم الذي أكرم الله تعالى به آدم عليه السلام ولذلك الإنسان يعلو في الدرجة كلما تعلم وعلم غيره وشرف العلم يأتي بشرف المعلوم كما في صياح البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فشرف العلم هنا جاء بشرف المعلوم لأنك تعلم الناس كتاب الله وكتاب الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه البشرات كثيرة لأهل العلم والموعود كثير لهم منها نفي الاستواء بينهم وبين الجهال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون منها رضى الملائكة ودعاء الملائكة لهم قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وفي الحديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع والمتعلمون هم وصية نبينا عليه الصلاة والسلام أمره بالترحيب بطلاب العلم كما في حديث أبي سعيدنا الخدرية رضي الله عنه عندما قال قال صلى الله عليه وسلم سيأتيكم أقوام يطلبون العلم سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنوهم أي علموهم هنا تنظر أيضا ابن عباس رضي الله عنهما كيف ربنا رفع قدره وشأنه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الكتاب اللهم فقهه في الدين اللهم علمه الحكمة روايات كثيرة جاءت لكن كيف وصل إلى أعلى المراتب رغم أن في صحابة كثر وهو كان سن صغير حتى سؤل مرة كيف أدركت هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول لكن البدايات كانت كيف في تطحية قال ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هيا بنا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير فقال له هذا الرجل قال أترى الناس يا ابن عباس ينصرفون عن كبار الصحابة ويأتون إليك أنت ليسألونك قال فلم ألتفت إليه فطفقت أو طفقت أسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنني أسمع بالرجل معه الحديث فأذهب إلى بيته فأجده وقت القائل نائما فأمكث على بيته والريح تأتي فتسف ثيابي حتى إذا خرج إلى الصلاة ورآني قال يا ابن عباس أنا أخبرتني يا ابن عم رسول الله حتى آتيك فيقول له ابن عباس أنا أولى أن آتيك أنا طالب علم وأنت العالم أنا أولى أن آتيك هذا التواضع وبعد فترة كان ابن عباس يتقاطر طلاب العلم على بيته فيقفون أفواجا فيدخلون زمرة زمرة فينادى الذي يريد الحديث يدخل فيدخل زمرة من الناس يملؤون البيت كله والغرفة والحجرة فيأخذون حاجة ثم ينصرفون ثم يناد مناد من جاء يسأل عن القرآن فيدخل جماعة كبيرة من الناس فيسألون ويأخذون ويخرجون ثم ينادى من جاء يسأل عن اللغة فيدخلون من جاء يسأل عن الشعر وأنساب العرب فيدخلون ويخرجون صاحب ابن عباس هذا الرجل لما رأى هذا المشهد وهذه الكرامة ولجوء الناس إلى علم ابن عباس قال لقد كان هذا الفتى أعقل مني هذا هو شرف العلم الذي رفع من قدر أهله لا يرفعون بمال أو جابل محبة العلماء في قلوب الناس أعظم من محبة الملوك والسلاطين لأن الملوك والسلاطين على الأبدان أما العلماء فإن سلطانهم على القلوب من بين موعدات الله سبحانه وتعالى أيضا حب العلماء من جميع الخلق والثناء عليهم كما ذكرت الآن والله يكفي العالم شرفا أنه وارث النبوة وارث علم النبوة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا دراما والعلماء ورثت الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام دعا لهم بأدعية كثيرة منها جمال الوجه ونضرته يعني النور الذي ينضح في وجه العالم هذا بسبب تعليمه للعلم النافع وعمله به وروايته للحديث قال عليه الصلاة والسلام نضر الله وجه مرئن سمع منا مقالة أو سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه حتى أن هذا النور الذي في وجه العلماء كان يدركه معظم الناس أحد السلف الصالح جعفر بن سليمان يقول إذا وجدت في قلبي قسوة ذهبت إلى محمد بن واسع فنظرت إلى وجهه كأنه ثكلا وفي بعض الأقويل قال عشت على هذه النظرة أسبوعا فانظر إلى النظر إلى وجه العالم يرفع فيك الهمة والعزيمة للإقبال على الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان كسولا فرأى أصحاب الهمة ارتفعت عنده الهمة العالم عمله لا ينقطع بموته لأن علمه باقي قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منها علم ينتفع به وكنوز العلم في صدر العالم ولذلك هذا هو الذي يغبط عليه لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها العالم له مقام كبير ومكانة حتى أن الناس يتأدبون بين يد العلماء يعني تذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه رجع من جنازة دفن أمه فلقيه ابن عباس فأخذ بركاب الدابة فقال له زيد دع الدابة يا ابن عم رسول الله صلى الله وسلم فقال له ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا يعني أن نتعلم طلاب العلم يتعلمون التأدب والأدب مع علمائهم حتى من علموهم حديثا واحدا حرفا واحدا فهذا دين لا يزال في الرقبة وإن كان بعض السلف الصالح يذكرون الفضل لعلمائهم وإن كانوا فاقوهم علما يعني أبو حنيفة رحمه الله كان يقول ما مددت رجلي إلى ناحية دار أستاذ حماد ابن سلمة وإن بين دار وداره سبع سكك وما صليت صلاة إلا دعوت له مع أبوي الآن المشكلة نجد في واقعنا الآن من تعلم جزءا من العلم يجد نفسه أفضل من شيخه ويتعالى عليه نعم يتعلم وينسى أنه هو الذي علمه وفتق لسانه بالعلم النافع وبذكر الله وبطاعته وربما كان ضالا شاردا فهذا هو الذي أخذ بيده فيذكر الفضل له هذا توضع العلماء بعضهم لبعض الشافعي رحمه الله كان يعني يقول كنت أتصفح الورق بين يدي مالك برفق لألا يسمع صوت الورق وهو يتحرك الربيع الجيزي هذا تلميذ الإمام الشافعي قال كنت أستحي أن أشرب الماء أمام الشافعي وهو ينظر إليه أحمد بن حنبل تلاتين سنة يدعو للإمام الشافعي لا يترك صلاة إلا ويدعو له حتى ابن الإمام أحمد عبد الله قال لأبيه يا أبتي من هو هذا الشافعي الذي أراك تكثر من الدعاء له قال يا بني كان الشافعي للناس كالعافية وللدنيا كالشمس انظر هل لهذين من عوض أدب عجيب من أدب السلف الصالح يعني مع علمائهم حتى أنهم كانوا يوقرونهم ويحترمونهم بعد موتهم فلا ينسوا الدعاء لهم ابن مسعود رضي الله عن مر جالس مع تلامذته ومن يأخذون عنه العلم والحديث فقال إن معاذ ابن جبل كان أمة قانتا لله فقالوا أخطأ أبو عبد الرحمن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف فأعاد عليهم نفس المقالة قالوا هو يريدها إذن هو يقصد هذا المعنى فقال لهم هل تعرفون من هو الأمة ومن هو القانت قالوا لا قال الأمة الذي يعلم الناس الخير والقانت الطائع لله ورسوله وقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يعلم الناس الخير ويطيع الله ورسوله جمع بين أفضل الأشياء بين الثلاثة التي قلنا عليه العلم والعمل والدعوة هذا هو العالم الذي ينضح العلم على جوارحه وعلى سلوكه لذلك بعض الناس صاحب ربيع بن خثيم قال صحبته عشرين سنة فما رأيته تكلم بكلمة لا ترفع إلى السماء ما تكلم بكلمة إلا وهي من الكلام الطيب الذي يصر به إذا وجده في صحيفته يوم القيامة هذا الأصمع يقول دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وكان جالسا على السرير وحوله يعني أشراف مكة فلما دخل عطاء بن أبي رباح فقام عبد الملك بن مروان ورحب به وأجلسه مكانه وجلس بين يديه وقال له يا عطاء يعني قل لحاجتك وكان عطاء بن أبي رباح هذا يعني مفتي مكة وكان من أحسن الناس صلاة وكان يجاور في الحرم وجعل المسجد فراشه عشرين عاما فعطاء لما دخل احترمه عبد الملك بن مروان وجلس بين يديه كالمتعلم قال ما حاجتك قال يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله اتق الله في حرم الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم وصلت إلى ما أنت فيه واتق الله في أهل الثغور اللي هم على الحدود فإنهم حصن الإسلام وحصن المسلمين وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك فقال له أفعل إن شاء الله ثم نهض يريد أن ينصرف فأمسك به عبد الملك بن مروان أي لا تذهب لقد سألتني حاجات الناس فما هي حاجتك قال له ليس لي حاجة إلى مخلوق سبحان الله كل اللي طلبوا الغيره إنما النفس قال ليس لي حاجة إلى مخلوق ثم انصرف فقال عبد الملك بن مروان لجلسائه وأبيكه هذا هو السؤدد هذا هو الشرف هذه عزة العالم العالم لا يريق ماءه ماء وجهه بذل السؤال لأحد من خلق الله ولكن إن شفع يشفع لغيره أما هو إن أعطاه الله تعالى شكر وإن منع عنه صبر حتى يأتي الفرج من الله تعالى أحد السلف الصالح سليمان التيمي قال ما أحب أن ألقى الله تعالى بمثل صحيفة محمد بن واسع رحمه الله وهذا موقف آخر أنا أذكر لك في رياض السلف الصالح حقيقة يعني ما يفرحنا ويشعرنا كم هؤلاء الناس أعزهم الله ورفعهم عبد الله بن المبارك رحمه الله دخل إلى الرقة يوما وكان ذلك في عهد هارون الرشيد فلما دخل إلى مدينة الرقة وعلم الناس بقدومه إن جفل الناس إليهم صراعا حتى إن قطعت النعال وعلت الغبرة وارتجت المدينة فأحد نساء هارون الرشيد نظرت من قصر الخشب عهد القصور في الرقة فنظرت إلى هذه الرجة وانجفال الناس وارتفاع الغبار خير إيه اللي حصل ما هذا قالوا هذا عالم أصفهان قد جاء عبد الله بن المبارك قالت والله هذا هو الملك والله هذا هو السلطان وليس سلطان هارون الذي يجمع الناس بالشرط والأعوان انظر إلى سلطان العلماء على قلوب الناس طيب كيف رفعوا رفعهم الله تعالى وجعل لهم محبة في قلوب الخلق وأثنى الناس عليهم بسبب العلم النافع الذي أكرمهم الله والعزة أيضا نعم عرف الله سبحانه وتعالى فاستغنوا به عما سوا سبحانه وتعالى أيضا أهل العلم يصلي عليهم الله وملائكته وأهل السماوات والأرض جميعا وهذه من بين الوعود أيضا القيمة لأهل العلم نعم حقيقة الكائنات كلها تصلي على من يعلمون الناس الخير وهذا جاء في حديث النبي عليه السلام إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت ليصلون على معلم الناس الخير لماذا لأن الذي يعلم الناس الخير يصلح عباد الله على الله يرد الشاردين والعصاء إلى ربهم إذا كان ربنا يحب التائب رب العزة يحب التائب في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة هذا حال الذي يتقرب إلى الله ما بالك بحال الذي يقربه إلى ربه سبحان الله هذا حال التائب طب اللي توبه أمر عظيم هذا إقبال الله وفرح الله بالتائب طب اللي توبه كيف يفرح الله به إذا كان هذا إقبال الله على المتقرب التائب فكيف فكيف من كان سببا في توبته وتقربه إلى الله هذا محبوب إلى الله لذلك رب العزة لا يهلك قرية فيها مصلح وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ما ألش صالحون قال مصلحون وزكى الله الدعوة والداعي فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لذلك الناس بعد مجالس العلم يعني يصافحونهم ويحبون أن يتقربوا منهم ويثنون عليهم بالخير وكل واحد منهم ينشرح صدره إذا دعا إليه العالم دعوة طيبة صالحة هذا كله من باب العطاء المعجل من الله في هذه الدنيا لأن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فيحبه فيحبه جبريل وينادي في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماوات ويكتب له القبول في الأرض سبحان الله أيضا لو تكلمنا عن أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى يبارك في عمرهم وفي مالهم وفي ولدهم مما يعني كل ذلك بفضل أنهم ينشرون الخير سبحان الله الله عز وجل يضع البركة في كل ما بين يدي العالم سواء كان في عمره وقته حياته أولاده ماله الله تعالى يضع له بركة العلم في كل هذه الأسباب يعني علي بن عاصم رحمه الله هذا من السلف الصالح قال له أبوه وأعطاه مئة ألف درهم قال له لا أرى وجهك إلا بمئة ألف حديث شوف حرص الأب على تعليم الإبن وحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابنه علي بن عاصم لا أرى وجهك إلا بمئة ألف حديث وأعطاه مئة ألف درهم فذهب يطلب العلم وعنده هذا المال فلما رجع يقول أحد يعني تلاميذ علي بن عاصم اسمه يحيى ابن جعفر البيكندي قال والله لقد رأيت في مجلسه ثلاثون ألفا يكتبون عنه ويأخذون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله الإمام النووي رحمه الله هذا مؤجزة مؤجزة الإمام النووي رحمه الله مات وسنه خمسة واربعين سنة العجيب في الأمر أنه بدأ طلب العلم في سن متأخر طلب بدأ يطلب العلم وسنه تسعة عشر سنة وكما يحكي عن نفسه أنه بدأ في طلب العلم وسنه تسعة عشر عاما ومكث ستة أعوام يطلب العلم ثم بدأ التصنيف والتأليف بينما مؤلفات الإمام النووي صارت بها الركبان ده إحنا لو قضينا أعمارنا ما نستطيع نتصفحها كلها كيف به وقد تعلم وقد صنف وكتب الإمام ابن العطار رحمه الله البركة في العمر البركة في العمر هنا الشيخ ابن العطار يعني يقول هو كان تلميذ الإمام النووي رحمه الله وعلى فكرة الشيخ الإمام ابن العطار هو شيخ الإمام الذهبي وأخوه في الرضاعة والإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء أخذ سيرة الإمام النووي من ابن العطار الذي ألف يعني مصنفا فقط في حياة الإمام النووي وكان من أخص تلاميذ ألف كتابا سماه تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين فالإمام النووي مع كثرة عبادته وقيامه بالليل وانشغاله مات سنه 45 سنة معناه بدأ يؤلف في سن العشرينات أو الأربعينات وهذه السن بالنسبة للعلماء هي بداية التصنيف والتأليف بعد التحصير والتدريس ما يجدون الوقت يبدأون في هذه السن بالتصنيف هو مات في هذه السن وترك لنا هذا الكم الهائل كتاب المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية كم مجلد كتاب رياض الصالحين الذي لا يخلو منه بيت الآن كتاب الأذكار كتاب روضة الطالبين كم من الكتب تركها الإمام تهذيب الأسماء والصفات كتب ترك في الفقه في العقيدة في اللغة الإمام النووي رحمه الله ترك ثروة هائلة ومصادر لا زال ينهل منها العلماء وطلاب العلم برغم أنه مات صغير السن خمسة وأربعين سنة أليست هذه البركة في العمر؟ إنسان يموت في هذه السن ويصبح علم من أعلام الأمة وإمام من إمامها هذه البركة في أعمارهم سبحان الله أيضا دكتور أهل العلم لهم هيبة عند الملوك وعند الناس أيضا فمن أين أتت هذه الهيبة؟ هيبة العلماء لأنهم هابوا الله تعالى فالله عز وجل أخضع لهم كل شيء لأن في قلوبهم هيبة الله أعظم من هيبة المخلوق أنظر إلى هذه الأمثلة أحد البشوات في الشام اسمه إبراهيم باشا ابن محمد علي إبراهيم باشا دخل إلى المسجد الأموي وكان هناك درس لشيخ الشام في هذا الوقت الشيخ سعيد الحلبي فكان الشيخ سعيد الحلبي جالسا بين تلاميذي مادا رجليه يتكلم فدخل إبراهيم باشا فالشيخ لم يتحرك ولم يتزحزح ولم يعني يثني رجليه جلس كما هو فاتغاز إبراهيم باشا في نفسه وتوعد أن يأتي بالشيخ مكبلا وأن يسجنه ويذيقه أشد العذاب ولما رجع إلى قصره المنافقون والحاشية يعني أغروه بالشيخ حتى يزداد في إيلامه وعذابه فلما رجع إلى نفسه إبراهيم باشا فرأى أنه ممكن أن يأتي بآثار عكسية إذا فعل هذا فأراد أن يسقط هيبة الشيخ أمام الناس وأمام تلاميذي فاهتد إلى حيلة جاء إلى أحد وزرائه فأعطاه ألف ليرة ذهبية وقال له اذهب إلى الشيخ سعيد الحلبي في مجلسه وأسمع الناس جميعا فأن هذه من الباشا إبراهيم فجاء الوزير ووقف على رأس الشيخ وهو في حلقته قال أيها الشيخ لقد أرسل إليك إبراهيم باشا بألف ليرة ذهبية تستعين بها على حاجتك فنظر إليه الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله نظرة مشفق قال له أيها الوزير عد إلى سيدك وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه ما هذه الهيبة حقيقة؟ انظر إلى العظمة هؤلاء لا يمدون أيديهم لأحد قال له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه فرجع خاسئا وازدادت هيبته في قلوب الناس هذه الهيبة استمدوها من من؟ استمدوها من الله تبارك وتعالى يعني موقف آخر حدث للعالم الرباني فقيه المدينة ابن أبي ذئب وهذه القصة ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه السير أعلام النبلاء أن المهدي ابن المنصور لما حج قام الناس له عندما مر على بعض الناس وكان ابن أبي ذئب جالس فالناس آموا احتراما لأمير المؤمنين وابن أبي ذئب جالس الفقيه فقال له قم هذا أمير المؤمنين قال إنما يقوم الناس لرب العالمين مرضى الشئوم فقال لهم المهدي دعوه فوالله عندما رأيته قامت كل شعرة في جسدي هيبة العلماء تتعجب أي هيبة الله تبارك وتعالى وضعها في قلوب هؤلاء القوم عندما كانوا يكلمون الملوك والسلاطين بهذه القوة والعظمة أبو مسلم الخولاني رحمه الله عندما قطع معاوية الرواتب عن الناس والعطايا لمدة ثلاثة أشهر وكان معاوية رضي الله عنه يخطب الجمعة فقام أبو مسلم الخولاني وقال له يا معاوية يا معاوية أعطي الناس حقوقهم فليس المال مالك ولا مال أمك ولا مال أبيك يا الله هذه كلمة تقل من لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه معاوية نزل وفيه غضب قال للناس امكثوا فدخل فالناس كلها بدأت تلملم ثيابها لأنه يجي السياف فيقطع رقبة أبو مسلم الخولاني فكل واحد خاف على ثيابه أن الدم ينتضح عليها لكن هو رضي الله عنه كان حليما ذهب فاغتسل أو توضأ ثم جاء فقال صدق أبو مسلم الخولاني وقد قال صلى الله عليه وسلم الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل أغدوا على عطاياكم على بركة الله تعالى كان حليما لم يستفز سيدنا معاوية رضي الله عنه من الصحابة ومن كتاب الوحي رضي الله عنه وكان حليما وهذا موقف من مواقف حلمه الذي يحسب له لم تأخذ العزة بالإثم ولكنه كان وقافا عند حدود الله والصحابة رضي الله عنهم يكفيهم شرفا وفخرا أن الله رضي عنهم سبحان الله يعني حقيقة قصص عظيمة لو أبحرنا فيها التمسنا منها عزة الإسلام عزة الإيمان التقوى أيضا العلم الذي يضعه الله سبحانه وتعالى في قلوب العلماء فيبث وينشر هذه الهيبة عند الملوك وعند كل الناس سبحان الله جزيزة خيرا دكتور حياكم حقيقة أمتعتنا بهذه القصص وكلها موعظة وعبرة جزيزة خيرا المشاهدين الكرام نشكر لكم متابعاتكم نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة